باستقبال عادل عبيد مدير مهرجين الفيفاك نحن التصغير متاعه هو المهرجين الدولي لفيلم الهوات بشيكون من 19 الـ 26 أوتس عادل مساء الخير مساء الخير وشكرا على الاستضافة الصديقي وعلى هالبلاتول الجميل رحبا بيك ومرحبا بالسيدات والسادة المستمعية مزايكة فاة ومرحبا بالنس كل في قليبيا نتصور من 19 حتى الـ 26 قليبيا بشتولي في صورة أخرى عادل بشتولي قبلة سينيما بصفة عامة، سينيما الهوات، سينيما الطلبة، سينيما المستقلة، سينيما الالترنتيف وهذا نشوفوها كان في قليبيا كان في قليبيا وهذا مهرجين من أقدم المهرجانات هو إذا كان نحيو حساب الاحتراف هو أقدم مهرجين عربي إفريقي انتا سينيما تأسس سنة 1964 يعني قبل الجي سي سي بعمل احنا كنا نعرف واللي جي سي سي أب المهرجانات الفيقية والعربية حتى القاهرة جاء بعد راه رغم اللي مصر سابقتنا برشا في السينيما ولكن إذا كان ناخذ نحيو المعطعمة على الاحتراف يعني يعتبر أب المهرجانات السينيماية هو في فريبي هذا كاليش العام القادم نحتفله بالستينية مش كنت مع حاجة استثنائية نصوره هي الدورة هذي بين الستينيتين مش تحذر للستينية القادمة ومهرجين عنده خصوصيته مهرجين عنده أهدافه عدل عبيد عنده أهدافه عنده توجه عام هو أولا يعطي الفرصة للتجارب الخاصة بطلبة المدارس بمنخرطي الجامعة التونسية للسينماية الهوات في الأصل لأنه كانت المدرسة الوحيدة في التكوين لكن هي مدرسة شاملة حتى في أشياء أخرى وخاصة زادة لعندهم محاولات يعني شخصية فردية خارج أطر الجمعيات خارج أطر المعاهد هو النوعية استثنائية منتع فلام لأنه توفر مجال كبير منتع حرية في الأبداء ما فيهش أكل نقول وحنا اللي كنت خانت لا رقابة لا تجارة لا خاصة ولا رقابة لا تجارة يعني اللي كنت خانت لا تجارة متعال البروديكسون سينماتوغرافية زادة ثم استثمانة حاجة خاصة بقليبي هي مناقشة الأفلام اللي تصير بعد العروض طبعا أفلام إذا ما تتمش نقاشها إذا ما يتكتبش عليها في النشرية يعني واللي المهرجين ينقص من أهم الأدوار هي هكا اللقاء هذيكا حول الأفلام لقاء مع الضيوف تبادل الخبرات تبادل التجار ملاحظات لأنه تشوف عين أخرى معانتها بش تحكي معاك على الشريط متاعك بش تسمع برشة أراء اللي تخليك تقدم واحنا لاحظنا اللي شارك للمرات المتتالية فيما بعد يعني دائما فينا سقطة سعودية تولي عادة عنده تولي عادة وفينا سقطة سعودية بعكس طول نشاهده ساعات بعض المخرجين في الاحتراف يعمل فيلم لول يكسر الدنيا ومن بعد الأفلام تبدأ تتراجع يوم ما يدخل في دوامة التكنولوجيا وللانتال لكن اللي شارك في مهرجين قليبي يولي يبني يولي يكون خطر فما فما تلاقي متاع أفكار فما تلاقح متاع أفكار وخاصة تبادل في إطار هكذا النقاش هكذا لأنه زادة مهرجين قليبي نتصور سعاد العبيد مدير المهرجين موج فقط لقاء لعروف زادة فما ورشات سنة من عشر نوع الورشات الموجودة في النسبة الفيفاك فما ورشات طبعا من أهم الورشات سنة بالشاركة مع جمعية بروديت واللي هي تعنى جمعية جديدة تعنى بكل منهما فريلانس يخدموا في إطار الفريلانس تحضر في بلاتفورم من أجل تنظيم الناس هذوما في كوميونوتي وحتى كتبدا عندهم قضايا مع ناس ما خلصوهمش ولا خدمة ما ما كملتش كما يلزم ما ينجمش يقوم بقضية واحدة في إطار البلاتفورم هذه نجم ثم الأهم من هذك هو النظر في جملة القوانين في حقوقه في وجباته في كيفاش يتعامل مع الصناديق فباش يكون في إطار لقاء ثم ورشة متواصلة في شكل مقهى على امتداد المعرجين في أربع وخمسة حصص مع الشباب هذوما حتى يأطروا أنفسهم وحتى يفهموا دورهم وما يخرجوش البرة خطر ينجم حتى الفيرلانسر يخدم ويعيش ويصور ويستقر خير ما يغادر البلد فما الورشات الكلاسيكية الكتابة الخراج التركيب التحريك فما ورشة استثنائية لأنه كما قلت لك احنا بين الستينياتين الستينيات الجامعة وستينيات المهرجين عودة كلام دي للارجنطيك مش نعمل ورشة متاع فوتوغرافيا دم اللباس تقليب أي أبيض وسود بالاستخراج الصور بالتحميض مواد التحميض بكل شيء ولكن في إطار تجديد متاع طريقة متاع تعبير تستغل التقنية هذيك من أجل خرافة من أجل كتيبة الحكاية عبر الصورة الفوتوغرافية البيضة والسودة والسودة مرجعنا قليب مرجعنا دولي لفيلم الهوات دولي بامتياز لأنه تقريبا تقليش من دولة سنام شركة عدل سنام هم 38 دولة بـ 49 فيلم منهم 6 أفلام تونسية في المسابقة الدولية وهذا مهم أفلام متميزة معنتها مقارنة حتى الدورة السابقة منهم دورة عمنيول الأفلام التوانسة 2 من الجامعة التونسية لسماية الهوات ممتازين جدا منهم فيلم تحريك يعني في مستوى عالي مستوى عالمي ومشغريب من ولد فيلم فيلم مهم تو نحكي عليه من بعد فيلم مسابقة الوطنية فما زوزة فيلم مدارس وزوزة فيلم مستقلين يعني تقريبا كل الأنواع ممثلة في المسابقة الدولية المسابقة الوطنية فيها فيلم يمكن بشي عبي المسرح لأنه يحكي على الفولي في قليبيا أيها وتاريخ الفولي في قليبيا يمس الأهالي في قليبيا فأكيد معنتها بشي مس الأقليبية الكل على خطر المخرجة متاعو اللي هي صديقتنا عبير بوليلا تحية لها زميلة تحية لها أعلمية وصديقتنا زيدا صديقة المهرجين إن شاء الله مبروك عليها أكيد بش تعمل نقاش وبش يعمل البوز الفيلم لأنه من الشخصيات اللي صورت معهم توفى مؤخرا أحد القدمين بتاع كورة الطايرة في قليبيا كورة الطايرة في قليبيا تمر بأزمة هي لتقطت اللحظة وخدمة على اللحظة هذه وأرخت يعني ومهم حتى بالنسبة لجنت اختيار الفيلم اختاروه أساسا على المسألة تقريبا 160 فيلم ترشح المسابقة الوطنية عدلة المسابقة الوطنية جونا برشة أفلام لحقيقة وفي نفس الوقت فرحنا وتأسفنا فرحنا كيشفنا العدد ولكن بعد كيشفنا الأعمال تأسفنا علش مش مش أفلام مشاكل التقنية وفي الكتابة لا فمعدد كبير ما عندوش علاقة أصلا بالسينما يعني تعبيرة أخرى من تاليوم متأثرة بالمواقع التواصل الاجتماعي ولكن يجب تأثيرها وعلش لا تتخلق لها يعني فضاء مهرجين خاص بها وتفهم الناس هذيك أنه السينما كتابة أخرى وخرافة أخرى هذاك اللي خلانا تقلقنا معنتها بعض الشي لكن والمشكلة حتى بعض أفلام المدارس بدأت تتأثر بالموجة هذي هو بالنسبة تقريبا خلنا نحكيه على المشاركين ونحكيه القليبية على الجامع في الجامع هذي أو في الثمانية أيام هذوما قلاش من مشارك من ضيف استقبلهم بشي طرح بين مشاركين من خرطين نوادي الجامعة تنسية سماي الهوات بين أعلميين بين ضيوف ومدخلين بين ورشات بين لجان تحكيم بين أصدقاء يعني تقريبا في حدود 250-300 مشارك حاضر يعني في المهرجين إلى جانب الناس اللي تجي الاستياف في قليبية بالذمة إلى جانب العراضيين اللي يهدوا على المهرجين وهذي عادة معنتها موجودة مقمو موجودة ومعنتها ما عادش منها مفر والمسرح يعبي كله لا أكثر حتى من طاقته هو يهز 1300 كرسي ولكن دائما فيه قرابة 1500 فما حتى الوقفين عن الأجناء حركة اقتصادية موجودة حركة كبيرة في قليبية في نفس الوقت هو ذي ما نقولها الحكاية نقول في بلدين أخرى بلدية يبدأ فيها مهرجين كما مهرجين قليبية يساهم فالبلدية تعطيه دعم من المدخيل متع الأداءات متع كل حركة هذه كل فباش نجم يتواصل احنا لأسف مش عطينا ما نقولش مش عطينا قيمتنا لأنه في الأحديث حتى كيتمشي للمستشهر يحكي قليبية وقليبية تاريخ وينجم يكون هو بيض وتعدى بقليبية ولكن عندما يمر للرسمي يولي يحكي باز ويحكي شوية الميزانية نتصور شوية بالكل احنا كما يقولوها لأنه تحصلنا بعد لقاء رئيس الدوان مشكور تحصلنا على ومدير المدير العام المكلف للمركز الوطني لسيما وصورة تمكننا من أنه يفيفونا 40 ألف على الدورة السابقة لكن يعني مسألة قليلة جدا بكل حركية ذية بكل استقبال الضيوف مش كان هكا معنات أنت وقتل تكون عندك نظرة استشرافية وقتل تعرف أنه أولا مهرجين ثابت اليوم حتى مجيسي سيد دردع قليبية مازال ثابت فإذا كان أنت تشوف أنه قليبية نواة يكون معناتها وصل لك من أعلميين تقنين فماش واحد ما تعداش بقليبية سينمائين الجامعة تونسية اسمايلي هوات وقليبية أحنا وصلنا حتى معنتها في هرم سلطة حكيم بن حمودة حكيم من قدماء من أوفياء المهرجين قليبية وعدة أسماء معنتها كوادر هذا ما قلناش في الاختصاص فما بالك في الاختصاص أعلميين وانت تعرفهم تقنين مصورين سينمائين يعني مدرسة مدرسة من المفروض أنه الدولة تدعمها كما ينبغي تحافظ على الشيء طبعا الاستقبال خلنا أحكيه على أنه زادة الافتتاح عاد العبيد كيفاش بش يكون بأي فيلم ضيوف مشاركين في الافتتاح بش يكون موجود هو في الافتتاح عمنا وعد من الأستاذة وزيرة شؤون ثقافية أنها مش تفتتاح إن شاء الله تتمكن لأنه يواتي اختتام مهرجين قرتاش قد مهربنا معنتها وعمنا الافتتاح مع اختتام الحمامات سنة جينا مع قرتاش وجيكم بزدها مهرجين عمين وعمين هذك حدثوا لحرج معنتها عدة ضيوف ومينجموش يجيوا أشفال خطر ثلاثيان ما يعملوا شيء في المهرجين الافتتاح بش يكون معنتها فما حضور بطبيعة الحال حضور ضيوف لجان تحكيم بش يكون عرف موسيقي المهرجين قليبيا لفيلم الهوات من ساعتاش ستة عشرين أوت ساعتاش أوت وموعد الافتتاح تسعة ونص بس كل بش تكون موجودة في مسرح حلوات طلق زين السعف وشنو بش يكون بش يكون البداية يعني بعرف موسيقي خفيف ثم شاريت الافتتاح بش يكون The Visit and The Secret Garden اللي هو وعدتنا به أحدى ضيفات الدورة اللي فاتت اللي هي إيران أم بوريغو كانت عضو تلاجند تحكيم والفيلم ما حضرش وقتها مازال في ويحكي رضبط خلنشاوكو ناس في المتعاف تحسن اللي فارت كان على الجزر وعلى حياتهم يحكي على نسيان الفنان عندما يكبر والعزلة اللي تصير له خاصة كي تكون معنتها فنانة يعني معاناة الفنانة بسفة عامة وحتى في الأوروب معنتها مش كان عنا أحنا فمن خلالها هي نشوفوا شوية الحركة الفنية متاع الرسم وتاريخ الرسم في إسبانيا على كل الناس بشكون حاضرين أو في المهرجين والزوار بشكونوا حاضرين نهار تسعتاش وتحت تسعة ونص المواعب بشكون وأيضا تيوال الجماعة عدل عبيد مجموعة مجموعة من الفلام مسابقة الوطنية المسابقة الدولية لقاءات مع الضيوف لقاءات حول بعض المحاور مع الجماعيات الصديقة كما نقاشات الفلام مع نوادي سينما الجماعة التنسية لنوادي سينما الورشات إلى الصباح البكر وطبعا سهلات الصباح البكر عروض وموسيقى إلى خير عدل عبيد نشكرك برشا الدورة السادسة والثلاثين للمهرجين الدولي لفيلم الويت في قليب من تسعتاش لستعشر ود تكونوا في الموعد اشتركوا في القناة